هناك حالات في الأردن بحشرة السلطات هناك باتخاذ إجراءات صحية احترازية لمنع وصول مرض الكوليرا إلى البلاد الإجراءات الجديدة تقضي برفع نسب فحص مصادر المياه وتجديد الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة منذ أكثر من عشرين عاما يتخذ ماز من بسطة الخضار هذه مكانا للرزق يشتكي اليوم من تأخر وصول الخضار والفواكه من سوريا بعد تطبيق الحكومة إجراءات صحية للحد من انتقال الكوليرا إلى السوق الأردنية أثرت كثير يعني ما عم يجينا ولا إيش نهائيا من سوريا نهائيا أثر على الإسعار كانت يجينا بطاطا رخيصة أثر بيت نجال الحمصي كان يجينا رخيصة كمان أثر عليه وزارة الزراعة باشرت بإجراء فحوصات على جميع أنواع الخضار والفواكه القادمة من سوريا شريطة وصولها ببرادات للتأكد من خلوها من المرض قبل وصولها إلى المستهلك الأردنية أو لتصديرها إلى دول الخليج كما يدخل للأردن يجب أن يكون مبردا أولا ويتم فحصه بفحوصات مختصة في هذا المجال فحوصات البي سي آر تحتاج إلى ثلاث أيام وبالتالي يتم إدخال السلع بعد التأكد من خلوها من الكوليرا كما رفعت وزارة الصحة من نسبة فحوصاتها للمواطنين في محافظات الشمال إلى خمسين في المئة إضافة لرصد وفحص مصادر المياه مع اقتراب وصول أجهزة الفحص السريع خلال الأيام المقبلة للمواطنين جديد الرقابة على المياه المياه للشرب والمياه من السدود والمجال التي تروي المزروعات لتحري عن أي جرثومة كوليرا كل المحافظات رفعنا فيها لنسبة خمسة وعشرين بالمئة على الأقل محافظات الشمال يمكن عمالها بتعمل أكثر من خمسين بالمئة من العينات تفحصها لتحري عن جرثومة كوليرا وحسب الحكومة لم يسجل الأردن أي إصابة بمرض الكوليرا منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا إذن إجراءات صحية احترازية على الحدود لفحص الخضار والفواكه قبل وصولها إلى الأسواق الأردنية تحسبا لنقلها مرض الكوليرا وتطمينات رسمية من عدم وجود مخاوف من تحول المرض إلى وباء في حال تسجيل إصابات في البلاد حيدر العبدالي الحرة عمان معنا من بيروت عبر خدمة سكاي برئيس منظمة جستيسيا الحقوقية بول مرقس مرحبا بك بول شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة هل نحن في مرحلة إرباك كبير أم نستطيع تقيين قدرة الدول التي تضربها الكوليرا الآن بأنها جيدة في هذا التوقيت مع لربما خفوت نجم كورونا أن صح الوصف أعتقد أن الأمر يتعلق بمدى استعداد الدولة مركزيا وفي المناطق على نحو لا مركزي للتصدي لهذا الوباء المحتمل وبالتالي من المهم للمشاهدين الذين تابعوا تقريركم أن يلاحظوا مثلا الفرق بين الأردن ولبنان حيث أن لبنان المنهك ليس بأزمته الصحية بالنسبة لكورونا فحسب لكن أيضا بالنسبة لأزمته النقدية والمالية والمصرفية والاقتصادية والمعيشية لم تعد التواقم الطبية والاستشفائية ذات استعداد كبير للتصدي لهذا الوباء وأضف إلى ذلك طبعا تلاشي مسؤوليات الدولة في ضبط الحدود وفي مراقبة الزراعات تحديدا وأيضا الاستيراد من سوريا لناحية البضائع التي لا تخضع للإجراءات التي تخضع مثلا لها البضائع الآتية الوافدة من سوريا إلى الأردن وهذا يعني يبرر ويفسر تحديدا لماذا تتفشى هذه الظاهرة في دولة معينة أكثر منها في دولة أخرى نجيب عن هذا السؤال تشير إلى نظرية مؤامرة حضرتك وإلى ماذا تشير هنا ليس مؤامرة لأنه من الثمانينيات عندما نتحدث عن من الثمانينيات لم تظهر حالة كوليرا واحدة لربما في أغلب هذه الدول والنظام ليس منفصل أنت تتكلم عن المياه التي تصل لأردن أيضا لربما جزء منها كبير يمر عبر سوريا هناك ترابط في الشبكات هناك القرابة والتصاهر والانتقال والسفر لا يمكن إلا أن تصاب جميع هذه الدول بنفس الكارثة سوية فأعطيني تفسير بأنها في دولة دون غيرها أعتقد أن الإصابات موجودة في الدول المجاورة لكن مستوى الإصابات متفاوت تبعا لتشدد الحكومات في ضبط الحدود في مراقبة المستوردات وفي تفحص عينات المياه والأتربة والمواد الغذائية هذا مثلا يعني كان الله في عون مخيمات اللجوء صحيح ولذلك كنت أقول أن الدولة المركزية في الأردن ذات تشدد وذات إمكانات على الأقل من الناحية الإرادية أكبر بكثير مما هي عليه في لبنان مثلا حيث الدولة تتلاشى وأجهزة الدولة الصحية والأمنية من حيث مراقبة الحدود والتجارية والجمركية وسواها تعمل في أدنى مستوياتها بسبب تدهور سعر الصرف وبالتالي تدني المعاشات إلى نحو هستيري يبرر إلى حدود وليس بالمطلق أن التواقم المعنية سواء بالاستشفاء أو بالمراقبة أو بالجمارك أو بالأغذية وبتفحص عينات المياه فهمت من حضرتك سامحي أتفعل معك أنا فهمت من حضرتك بأن التشدد في مراقبة المياه قضية الحدود ولكن المصابين الآن في فترة كورونا كنا نعرف أن السفر كان يقضي أن يكون هناك فحص لكورونا كيف يمكن ما هو المنطلق الذي يمكن من خلاله معرفة ومنع المصابين من التجول في أو حتى بين الدول المتجاورة الحدود البرية سهل الانتقال فيها أعتقد أننا لسنا أمام المشهد نفسه المتعلق بكورونا حيث أن هذا الوباء ينتقل هذا الوباء الأخير عبر التنفس إنما نحن أمام اليوم وباء أو جنسوة من نوع آخر لكن مستوى الانتقال ينتقل أيضا بعدوى سريعة ليست ذات منطلقات ولا نتائج مماثلة لكن أيضا المراقبة يجب أن تشتمل ليس على الأفراد فحسب إنما هذه المرة وهذا هو الفارق الأساسي أن المراقبة يجب أن تتمثل بمراقبة المياه والمجاري والأتربة والزراعات والفاكهة والخضار والأغذية بشكل عام المنطلقات هي مختلفة والنتائج هي مختلفة إنما العامل المشترك هو مركزية وقوة الدولة على الرقاب شكرا جزيلا لك بول مرقز لتلبية دعوة رئيس منظمة جستيسيا عبر سكايبنم ترجمة نانسي قنقر